السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخباركم اين؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير النهاردة فيديو جديد لو لسه مشتركتوش في القناة ياريتش تركوا قبل ما نبدأ ولو الفيديو عجبكوا تغطوا لايك وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان كل الفيديوهات الجديدة إن شاء الله توصلوا لك أول بأول مبدأيا رمضان كريم كل سنة وانتوا بخير وصحة وصعادة أمين يا رب عادوا الله عليكم باليمن والبركات ويا ريت كلنا عادين في البيت نلتزم بالبيت إن شاء الله لغاية ما ربنا يخرجنا من المحنة دي على خير وعشان نخايفين على صحتنا وعلى صحة أحبابنا ربنا يحميكم ويسلمكم من كل شر النهاردة بما إننا عادين في البيت ولازم نهتمم نفسنا وندلع نفسنا ونعمل مسكات فهنتكلم عن جل الخيار أو مسك الخيار الانتشر جداً في الفترة الأخيرة وفي بنات كتير جداً جربته فيه اللي نفع معاهم وطلع فقلاً في قوام الجل وفيه اللي معرفوش يطلعوا في قوام الجل وسيل منهم فالنهاردة هنعملوا مع بعض وهقول لكم كل فوائد وإحنا بنعمله أول حاجة بتبشوري خيارة أو نص خيارة حسب الكمية اللي انت عايزاها وبتحطي بشر الخيارة في خلاط مع شوائف مية صغيرين ما تزاوديش المية لإن الخيار قريدي فيه عصارة فلو زودتي مية هيبقى سائل جداً والمقادير هتبوز منك وتضطري الزودي نشا فهو شوائف مية بس صغيرين مع الخيارة طبعاً يا جماعة الخيار مفيد جداً جداً للبشرة وأهم فوائده الترتيب وتنعيم البشرة فالمسك ده بيرطب جداً وبينعم البشرة وبينقيها بتحسي بشرتك نظيفة فعلاً بعده غير إنه بيخفف الهالات ولو في حبوب أو أثار مثلاً جروح بيهديها خالص خالص بعد كده هتصفي المية مع الخيار اللي انت ضربتيهم في مصفة ضيقة ما تسبيش ولا نقطة عارفة تنزلي كل العصارة اللي انت عملتها والباقي ده يترمى يعني الكتل دي تترمى مش مشكلة بس ما تسبيش ولا نقطة من غير متنزلي تعادي تضغطي تضغطي كده لغاية ما كل المية تنزل وإن شاء الله بإذن الله لما تجربوه هتحسوا فعلاً بالفرق من أول مرة إنه بينضف البشرة جداً عزما عزما شفتوا العزما يا جماعة شفتوا الجمال وهو بيتدلق مني بس الحمد لله منزلش كتل كبيرة تبوازي تبوازي الخليط كل اللي نزل كان مية وحاجات بسيطة صغيرة كده زي ما قلتلكم تفضلوا تضغطوا تضغطوا تطلعوا كل ما فيه من عصارة أو مية ده الشكل بعد ما صفيته كويس جداً زي ما قلتلك على حسب أنت بتبشوري نص خيارة ولا خيارة ولا خيارتين على حسب الكمية اللي أنت عايزاها بس هو أقصى أنه يقعد في التلاجة مثلاً من ثلاث لأربع تيام ولازم بقى يتجدديه إما تعملي واحد جديد خالص من أول وجديد عشان ما يقعدش أكتر من كده يبقى خطر على بشرتك فيه ناس كتير ما بتحبش تضيف مية الورد بس أنا بحبها في معظم المسكات صراحة بحسها بتنظف وبتنقي البشرة جداً فحطيت معلقة صغيرة من مية الورد وحطيت معلقة ونص تقريباً نشا أنت على حسب ما تشوفي الخليط سايل قوي أو مش سايل قوي فتقدري النشا بس هو تقريباً معلقة ونص دي معدل كويس في أي مصك هتحطي عصرة لمونة يعني كم نقطة بس كده ينزله لو أنت بشرتك حساسة بلاش لمون خالص أو إلا نقطة مثلاً نقطة بالضبط عشان ما تبهدلش بشرتك هو بس اللمون بنحطه عشان يحفظ المسك وما يبصش حتى لو تحط يومين ثلاثة أو أربعة في التلاجة طبعاً يا جماعة قبل ما تحطوه على النار أنتو بتحطوه على نار هادية جداً تمام؟ قبل ما تحطوه على النار تكون النشا متدوبة كويس جداً على البارد مع خليط الخيار عشان لو هي مش متدوبة كويس على البارد هتفضل تكتل تكتل في النار ومش هتطلع الجل اللي احنا عايزينه فتكون يمقلبها كويس جداً على البارد وبعدين تحطيها على النار هادية خالص وتقلبيها بقى تفضل يتقلبيها تقليب مستمر لغاية ما يوصل للقوام اللي انت عايزينه أنا تقريباً مصورا لكو كل خطواته على النار عشان ما حدش يتخض انه هيفضل سايل كتير انه مش هيجمد معامل الأول يعني فمصورا لكو كل حاجة عشان هو بيبقى سايل الأول وبعد كده بيتحول تدريجي الجل ده الشكل النهائي اهو بقى جل كده لا سايل قوي ولا جامد قوي وانتو المفروض ما تطولوش على النار لانه لو تقل قوي هو الريديا ما بيطلع في الهوى او بيتحط في تلاجة بيتقل اكتر فهيبقى تقيل جدا مش طرف تتحكمه فيه فهو يدوب ايه زي الجل او الكريم كده وخلاص بتحطوه على بشرتكو بقى اول ما يهدع عادي سواء على اليد او على الوش وحلو جدا للبشرة عموماً وبمجرد ما ينشف او يشد البشرة تشتفوه بس ده كان فيديو النهاردة اتمنى ان يكون عجبكو لو جربتو المسك قولولي في الكومنت انتقابل في فيديو جديد مع السلامة اشتركوا في القناة